السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم في قناة سوف الفريو إن شاء الله بإذن الله أول حاجة أعيز أتكلم عنها وهي كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله بإذن الله ربنا أعود عليكم الأيام بألف خير وسعادة ودايما إن شاء الله يكونوا إلى الله أقرب وإن شاء الله عيد أضحى مبارك على الجميع بإذن الله طيب الحمد لله رب العالمين تم عقد النية لعمل دورة كاملة لوجه الله هذه الدورة عكون بإذن الله صدق جارية عني وعن روح خالي الله يرحمه وعن صحبي واخويا كريم عبور فنسأل الله بإذن الله التوفيق وإن شاء الله بإذن الله في الدورة دي هتشوفوا إن شاء الله حاجات حضراتكم ما سمعتوش عنها قبل كده ولا الحاجات دي تشرحت على مستوى اليوتيوب بالأكمل طب بإذن الله إن شاء الله إحنا هنشوف إيه مع بعض إحنا بإذن الله هنتكلم عن دورة كاملة في السيفل سري دي من البداية حتى الاحتراف طب إيه الموضوعات اللي هنتناولها في تلك الدورة إحنا أول حاجة بإذن الله هنتكلم على النقاط أنا هنا هقول لك حاجات في النقاط حضرتك عمرك ما سمعت عنها قبل كده طيب هنتكلم عن إيه تاني فإحنا هنا هنتكلم عن النقاط بكل حاجة تخصها بالمشاكل بتاعتها بكل حاجة يعني تخص النقاط بإذن الله بالأجمل طب تاني حاجة هنتكلم عنها إن شاء الله هي هنتكلم عن الأسطح إزاي تتعامل مع الأسطح إزاي تعدل في الستيلوب بتاعتك إزاي تطلع منها تعمل فيها تحليل وتعمل عملية انتربوليشن على الأسطح دي وإزاي تظهر مثلا مناطق القطع مثلا بلون ومناطق الردم بلون وإزاي تطلع الكلام من دوت بالنسبالك في جدول موضح خريطة بالنسبالك موضح عنها كل منطقة وكل منصوب مثلا من كام لكام بلون معين وإزاي تبدأ تعمل العمليات دي وإزاي تبدأ برضو تظهر الاسلوب أرز بتاعك وتشوف نسبة الميور رايحة فين وجاية منين فبإذن الله عشان ما طولش على حضراتكم في الفيديو إن شاء الله هتشوفوا حاجات بإذن الله مميزة جدا طب تالت حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها وهي عملية الجريدينج أو التسويات وبإذن الله عقول لكم حاجات في الفيتشور لاين يعني بإذن الله إن شاء الله حاجات مميزة جدا وهزا أقول لحضرتكم حاجة إن من أحسن الحاجات اللي اتعاملت في برنامج سيفل سري دي بالأكمل هي الفيتشور لاين فالفيتشور لاين فيه إمكانيات رهيبة فبإذن الله إن شاء الله دي عنا تنوّلها مع بعض وإزاي تشوفوا عملية التسويات وإزاي يتعامل بالجريدينج وإزاي أحصر بالميور طب تالت حاجة بإذن الله نتكلم عنها وهي البرسلز أو تقسيم الأراضي وإن شاء الله بإذن الله عشان ما طولش برضو على حضراتكم بإذن الله إن شاء الله أنا قبل يعني كل إن شاء الله ما تم حاجة معينة يعني مثلا خلصت النقاط أنا النهاردة عبدأ بأول حاجة النقاط بإذن الله من بكرة وفيه أنا حتطلقوا محتوى كل حاجة هنتكلم عنها في النقاط وإيه كذلك الأمر مثلا بعد ما نتخلصوا النقاط أقول لكم إحنا دلوقت هنبدأوا بالأسطح وعقول لكم إيه اللي هنشرحوه في الأسطح بالزر طيب خامس حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها وهي الطرق بكافة أنواع الطرق إزاي تعمل alignment من profile كل حاجة بإذن الله لحد ما تنشئ الكوريدور بتاعك طيب بعد كده هنتكلموا عن إن شاء الله هنتكلموا على شبكات الصرف بما يخصها إن شاء الله طيب بإذن الله هننتقل لسابع حاجة عندي وهي بإذن الله هنعملوا دورة منفصلة لحساب الكميات بكل حاجة ممكن تخطر على بالك بإذن الله كمان بإذن الله أقوليكم حصر يمكن أن بدأك الحصر وهي أ Sharon هناك حصر العادي وهو وبتاع إلا إن شاء الله نستعرض مع بعض بإذن الله الحاجات دي طيب فأول حاجة بإذن الله أنا هتكلم عنها وهي النقاط طيب هتتكلم عن إيه؟ أقولك أعرفك على أهم أوامر إضافة النقاط في الرسم طيب إيه هي مثلا زي إيه؟ أنا بإذن الله لو فتحنا السفر سري دي كده قدام حضراتكم فأنت هتلاقي في عندك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 كل الحاجات دي بتخص النقاط طيب دي عبارة عن البوينت مسيلينيوس اللي هي عبارة عن فيها شوية أوامر طبعا معظم الناس يا بتستخدم المانول دي فقط لا غير ما تعرفش بقية الحاجات دي عبارة عن إيه؟ فده بإذن الله والحاجات دي كمان ما تشرحتش قبل كده فده بإذن الله إن شاء الله أنا هتناول لك هتناول إن شاء الله مع حضراتكم كل حاجة وشرحها إيه؟ بالتفصيل وبإذن الله الحاجات كلها بسيطة ولكن معرفتك لها بالنسبة لك فعتصر عليك وقت رهيب زي عملية الدفايت أو الميجر أو إن إنت بإذن الله تعمل حاجة اسمها بولي لين برتكال أوتوماتيك وإن إنت تعمل حاجة اسمها أوتوماتيك لو إنت عندك كمية أو يعد بالهاب ممكن في لحظة واحدة بس تطلع الأركام بتاعتها فده بإذن الله أنا أعرفكم شوية حاجات هنا هؤو مميزة وهو محترمة جدا بإذن الله طب تاني حاجة دي بالنسبة لي عبارة عن الإنترسيكشن دي عبارة عن حاجة ممكن لو انا عندي عملية الاسناب اوبجيكت اصلا ما كانتش موجودة في الجهاز فدي حاجة مميزة جدا ان انت ازاي تعمل نقطة عن طريق دايريكشن او عن طريق مسافات حاجات كده مميزة باذن الله عشان برضو ما طولش على حضراتكم عن استعرضها ولكن الحاجات دي بالنسبة لي انا حطها في الدرس بتاع النقاط انا عامل درس عيبة اسمه ان شاء الله درس الادبانس باذن الله حاجات مميزة جدا طيب ايه اللي احنا اصلا نتكلمه فيه في النقاط اهم حاجة واكتر حاجة بنشتغله فيها عبارة عن الميسيلينيوس وعبارة عن النقاط بتاعت اللي بتخص الالايمينت وباذن الله عنشوفه ازاي عمل نقطة ستيشن اوفست وازاي برضو اعمل ديفايد للالايمينت وعمل ميجر وضيف نقاط على الجيومتر وبينت بالنسبة لي كل الكلام ده باذن الله عنستعرضه مع حضراتكم طيب ايه تاني اكتر حاجة باستخدمها عبارة عن النقاط اللي بتخص السطح فيه حاجة اسمها السيرفز فعنشوفه يعني ايه راندن بوينت وعن ايه تعمل شبكية انجريد وعن ايه تعمل ألونج بولي لاين كنتور وعن ايه بولي لاين كنتور بيرتك طيب باذن الله برضو من ضمن الحاجات اللي هتستعملها هي طبعا دي فيه عملية الانتربوليشن دي باذن الله برضو حاجة مميزة فدي باذن الله ان شاء الله ان احنا عنعملوها برضو في درس الادفانس ودي باذن الله اللي انت ازاي بقى تعمل نقطة واخدى مثلا مسافة معينة بنسبة من معينة وازاي برضو تعمل نقطة واخدى نسبة مسلوب مثلا بفرق منصوب انا نشوفه باذن الله الحاجات دي مع بعض ولكن انا من اكتر الحاجات اللي بنستخدمها هي المسيلينيوس ومجموعة النقاط اللي خاصة بالالايمنت والنقاط اللي خاصة بالسطح فبالنسبة لي فيه عملية الانترسيكشن وعملية الانتربوليشن وعملية الاسلوب دي باذن الله اكون في درس الادفانس لو حابب تعرف نفسك بيها خير وبركة مش حابب فحضرتك بالنسبة لك دول وهم معاك انت باذن الله مش هتحتاج لأي حاجة تاني طب اخر حاجة ودي سابع حاجة وهي الاخيرة وهي ازاي يعمل استيراد للنقاط وانشوفه باذن الله السيغ اللي قدام حضرتكم وازاي يقدر احضر في شتيال اكسل للسيغ دي وازاي لو انا عندي سيغة مختلفة ازاي يقدر اعدل في السيغ اللي بالنسبة لك ده هوت في الفايل فورمات اللي عندي وده باذن الله اللي هنتناوله مع بعض كمان باذن الله هنشوفه في البيونت كريشن ازاي تزبط الاعدادات بتاعتك وكل حاجة تخص ايه وهنشوفه باذن الله في الديفولتينين فورمات ازاي تعمل نقطة واخدى اسم اي اسم انت عايزه وهنشوفه في البيونت ايدنت اللي هبتتكلم على تركيم النقاط يعني عمر عليها كده مرور الكرام حاجات لازم برضو تبقى في حزبانك وانت شرغان فاحنا باذن الله في النقاط احنا هنتكلمه عن حاجات مميزة فهنا انت هنتكلم ايه في النقاط هنتكلم على التعرف على اهم اوامر اضافة النقاط في الرسم ثاني حاجة بعد ما ضفت النقاط عندي في الرسم ازاي هقدر استخرجها فعنشوفه ازاي استخرج النقاط دي سواء في جداول في داخل الرسم او بصيغ مختلفة سواء شيد اكسيل او ملف تيكست او صيغة بي انت هي استقبلها توتل او الى ما زالك باذن الله ده انشوفه مع بعض باذن الله انشوفه ايه تاني في النقاط ازاي بقى اللي انا استورد ملف نقاط مع شرح كافة المشاكل اللي ممكن تقابلك وازاي تزبط التصنيفات بتاعتك على حسب شيد الاكسيل اللي عندك برا ايا كان بقى عبارة عن بوين تينيم استنج نورسنج عبارة عن لاتي تيود لونك تيود اي حاجة حضرتك تتخيلها ان شاء الله انشوفوها مع بعض طبعا انا تناول ايه تاني في النقاط انا تناول باذن الله ازاي اقدر اضيف تلك النقاط في مجموعات مختلفة انا مثلا رافع مثلا ملف بالنسبة لي واخد اكواد عبارة عن ارض طبيعية عبارة مثلا عن شجر عبارة عن اي حاجة بالنسبة لي كل حاجة انا واخد اكواد مختلفة فاعيز افصل كل الكلام من ده في مجموعات مختلفة ده باذن الله نشوفو مع بعض وازاي المجموعات دي هنقدر بقى بإذن الله نشوفه إزاي الاستايلات وإزاي أظهر الكتابات اللي أنا عايزها كلها وبإذن الله إزاي بعد ما خلص شغلي خالص بيبقى أحفظ الملف ده ملف الاستايلات بتاعي كتم بليت عندي بحيث أقدر أماجي أفتح أي صفحة جديدة أستورده بإذن الله عليها بحيث ما أعملش استايلاتي من تاني طيب نشوفه ايه تاني في النقاط اللي هي أخيرا بإذن الله يبقى شرحة أوامر جديدة في إضافة النقاط لم يتم شرحها من قبل وهي دي الحاجات اللي بقول لحضرتكو عليها اللي هي دي أدبانس فأنت بالنسبة لك أول أربع معلومات حضرتك عرفتهم عايب أنت كده بإذن الله في النقاط مش محتاج أي حاجة وآخر درس ده بإذن الله ده للناس المميزة اللي بتبقى عايزة تبقى فهمة كل حاجة في السفل بتتكلم عن إيه طب بإذن الله إن شاء الله نبدأ إمتى بإذن الله إن شاء الله بدايتنا عتكون إن شاء الله من بكرة وبإذن الله إن شاء الله عايبدأ منزلوا فيديوهات للدورة بتاعتنا كل 2 وخميس بإذن الله هتبقى الساعة 10 مساء يعني بإذن الله من الساعة 8 للساعة 10 مساء بإذن الله هتبقى موجودة فأتمنى بإذن الله إن انتوا تشتركوا وتفعيلوا إن شاء الله زر الجرس ليصلك بإذن الله كل بديد إن شاء الله طب هل إحنا عايبقى هننزل على قناتنا حاجات بتخص الدورة بس لا طبعا إحنا عاملين الدورة بإذن الله للناس المبتدئين ولكن إحنا بإذن الله هنفضل مستمرين بإن إحنا إن شاء الله نفضل ننزل المزيد من التركات والحاجات المميزة والحاجات المحترمة اللي بنتعرض لها وناس يما بيدخل برضو تسألنا عليها فبإذن الله احنا هنفضل مستمرين في الحاجات اللي هي للناس أصلا اللي شغالة سفل فبالتالي لما بقول الكلام من ده الحاجات التركات هو أصلا بيبقى فهم عشان عنده خلفية عن البرنامج وبإذن الله دي حاجة بإذن الله هتبدل تنزل برضو باستمرار ده بإذن الله منفصل عن دورتنا اللي هي بإذن الله تخص الناس اللي بتبتدأ في السيفل سيري دي أرجو إن شاء الله بإذن الله إن انتوا تتابقونا إن شاء الله وتشاركونا وبإذن الله إن شاء الله نكونوا عند حصن زلنا حضراتكم وبتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته